يغير النتيجة قدام الأردن وقدام الجزائر والجزائر تحديداً لما أجاد له اثنين إصابتين كبار يعني أيمن أشرف وإحمد حجازي وكان متأخر واحد سيف قدام المنتخب الجزائري وغير النتيجة لتعادل وفي مباراة الأردن غير النتيجة طيب ولي ما تقولش العكس اللي احنا دايما بنتغلب في الأول ليه يعني؟ من إمتى مصر؟ لا 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 اللي جميلة الكريم دي بتاعت أيمن أشرف دا جات لنا نجدة من عند ربنا إن أيمن أشرف تصاب دا حوله قتل الله اقسم بالله والضحها كنتم توري ما بغزرش والله والضحها بس أيمن أشرف كان لعيب نص ملعب ايوة كريم كريم الحمد لله أنتصاب يا كريم لا عشان انت بتقول الراجل عمل كذا كذا ده غزبن عنه ده بدليل اللي هو ايوة كان لعب 4-3-3 يما أيمن أشرف اتصاب نزل مين تفتكر مش صاب فتحي حلو قوي شفت بقى نزل مين فطريقة اللعبة بيت كام أبعتني انت تواحد مش بمزاجه غزبن عنه هل انت النهاردة فأنا لو مصامم على الطريقة كابتن علاء هنزل مين مهند لشين مكان مين مكان آآ ايمن أشرف وهل عبر 4-3-3 فهو فنان بعيد أنا من وجهة نظر الشخص بص أبو سوتار عايزه قول إيه قدام انت بتدتها دفاعية ايمن أشرف عمرك ويتحطه في حتة دمانية زي أفشة مثلا ولا زي حسين أي حد تمام فانت النهاردة لعبت بحمدي فتحي وعمر السلية وآيمن أشرف لما آيمن أشرف اتصاب لابد من واحد نفس المواصفات الدفاعية اللي موجودة اللي هو هيبقى مين مهند لشين انت روح تنزل مصافة فتحي يعني الموضوع مش موضوع مدروس الموضوع موضوع يعني يالله هب نزل فلان هل انت النهاردة لغاية قبل المطش بساعة تعرف مين اللي هلعب لا ودي عرف الكرة بس بنعرف على قلة 80% و90% من التشكيل يعني انت عارف حارس المرمى وخاطر الدفاع بالكامل لا حارس المرمى ده قصة تانية وعارف عامل السلية وحمدي فتحي وانت تريبا عارف يعني وعارف ان خطة القدام كله انت بتوعيش الحتة القدامنية دي انت وحظك احنا بيتكلم في انت لابد مش احنا خرجنا هنقول لهم انشكرين وممكن الليل بيلعب لسه مبارات ثالث والرابع خد ثالث أو خد رابع بالنسبة لنا احنا بنبص على المركز الاول راح مننا لابد من ان هو لازم يقعد يشوف السلبيات اللي موجودة اتحداك الناس الجديدة اللي خدها 90% منها مش موجودة معافة امم افريقيا وعلى مسؤوليتي على مسؤوليتك اه طبعا يعني لو لقيت مثلا مرغان حمدي وحسين فيصل في كاسر امم افريقيا هتستغرب ولا لا استغرب اه طبعا طبيعي لا استغرب اه بالنسبة لها استغرب مين؟ مش قولنا مركزين كل اتنين في مركز طب انت عندك قدام مصطفى محمد وعندك محمد شريف وعندك كوكا وعندك انا بقولك مش ياخد شريف يعني انا بقولك اللي انا شايفته من خلال البطولة ياخد مروان ومياخدش شريف انا بقولك اللي انا شفته من مدير فني مصامم على مروان بشكل كبير جدا وما بيديش شريف في راس حربة يبقى شريف بالنسبة له لا محمد شريف يعني انا في اعتقاضي ايوه ما في اعتقاضي اعتقاضي انما مش واعتقاضي الناس كتير حتى لا منازل اسامة فيصل نزله مكان مروان محط الشريف مثلا ومهاجم منزل باك عدم مساء طولك المواضح او مرة يلعب النهار صح بقولك فكر الراجل الكريم اللعب اسم ليش في ربطولة عربية لا 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 لا